مرحبا أحبائي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله اليوم نتيلة وحدة سادسة الموضوع انجودة وطني أولا نبدأ بالقراءة بعد ذلك أشرح لكم إن شاء الله وطني وطني جميل كالجنان فيه سهول واسعة تسرح فيها القطعان وانهار غزيرة تجري وغابات ووديان وشلالات مياه وأشجار جوز ورمان وأشجار جوز ورمان أجمل بلاد الدنيا وطني كردستان جيد أحبائي هذه أنشدة تتحدث عن وطننا بلادنا كردستان انظروا إلى سورة ماذا ترون نرى شلالات ونرى غابات ونرى أشجار أشجار جوز ونرى كل أشياء جميلة جيد انظروا وانظروا إلى كلمات انظروا في الكلمات وطني جميل كالجنان فيه سهول واسعة كلمة سهول أحبائي جمع مفرده السهل وكلمة قطعان أيضا جمع مفرده قطيع وأنهار أيضا جمع مفرده نهار وغابات ووديان غابات أحبائي جمع مفردها غابة ووديان أيضا جمع مفرده وادي وشلالات شلالات أيضا جمع مفرده شلال وأشجار جوزي ورومان أيضا كلمة أشجار جمع مفردها شجرة أجمل بلاد الدنيا وطني كردسان الآن ننظر إلى بعض الصور حتى نفهم معنى الكلمات نرجع أن أركز أحبائي انظروا هذه صورة هذه وديان قلنا كلمة وديان جمع مفرده ودي جيد وهذه غابات وهذه شلالات هذا شلال وهذه قطعان جيد انظروا هذه شلالات وهذه غابات وهذه وديان وهذه أحبائي أشجار جوز انظروا وهذه أشجار الرومان وهذه سهول وأيضا هذه وديان إلى اللقاء حتى درس القادم ترجمة نانسي قنقر